حاضر شكرا يا سيدة فاطمة سيدة فاطمة تسأل ما هو حكم النقاب شرعا النقاب مختلف فيه لو تغطية الوج او الرأي القيل بأن جميع بدن المرأة عورة نعم في قول بأن جميع البدن عورة عاد الوج والكفين في رأيي أنه لا جميع البدن جمهور الأمة من العلماء يعني جمهور العلماء من الأمة يرى أن الوجه ليس بعورة الوج والكفين يعني أن الوجه والكفين ليس بعورة نعم واستدلوا بعدة أدلة والإمام أحمد يرى أن الوجه والكفين عورة يجب ستروهما فالأدلة مختلفة ولكن الأرجح الذي نميل إليه أن الوجه والكفين ليس بعورة والنقاب ليس بفريضة نعم إلا أن الوجه عورة رأي أن النقاب فريضة خلاص والذي رأي أن النقاب أن الوجه ليس عورة رأي أن النقاب يعني مجرد فضيلة مستحب لكن ليس بواجب وليس بفرط نعم وهذا والراجح تمام هذا ما تميل إليه أنت هذا ما أميل إليه ويميل إليه الجمهور تمام جزاكم الله خيرا